مشاهدين بالعودة إلى ملفات الحرة الليلة ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث لمس عدد اللاجئين الفارين من القتال إلى دول الجوار ما يقرب من خمسة ملايين ومائتي ألف لاجئ وفق الأمم المتحدة بينما تجاوز عدد النازحين داخل أوكرانيا أكثر من سبعة ملايين وسبعمائة ألف شخص أما بالنسبة لخسائر الحرب وتكلفة إعادة الإعمار بعد الدمار الكبير الذي لحق بأوكرانيا فتقدره جهات محلية ودولية بمئات مليارات الدولارات فكيف للمجتمع الدولي مواجهة أزمة اللجوء والنزوح التي أحدثتها الحرب الروسية وإلى أين وصلت جهود إيوائهم وما هدف موسكو من وراء استهداف المدنيين وكيف يمكن مساعدة كييف على إعادة إعمار ما دمرته الحرب الروسية الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي قال إن بلاده تحتاج إلى مساعدات مالية لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب وتبلغ سبعة مليارات دولار شهريا مضيفا أن الأمر سيتطلب مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء بلاده في وقت لاحق هذا وتقدر مؤسسات ومراكز أبحاث دولية التكلفة الإجمالية لإعادة بناء أوكرانيا بما بين 220 مليار دولار و500 مليار دولار بما يتماشى تقريبا مع الحسابات الخاصة بالحكومة الأوكرانية حيث يرجح أن يكون الدمار الذي لحق بمحطات الطاقة والمصانع والجسور والطرق قد تجاوز حتى الآن 50 مليار دولار بينما يتطلب إصلاح البناء التحتية نحو 120 مليار دولار تقريبا حسب تقديرات رئيس الوزراء الأوكراني أما على صعيد الخسائر البشرية مشاهدين فقد أودت الحرب بحياة الآلاف من الأوكرانيين الأبرياء كما شردت الملايين حيث تقول الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الهجوم الروسي يقترب حاليا من 5 ملايين و200 ألف شخص يضافون إلى نحو 7 ملايين و700 ألف نازح فروا من منازلهم وظلوا داخل أوكرانيا وفق آخر إحصاء لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحول أوضاع اللاجئين والنازحين تنضم إلينا من الحدود البولندية الأوكرانية مفدت الحرة أميرة جاد الله أهلا بك أميرة معنا لو تنقل لنا صورة المشهد وكيف يبدو الوضع حيث أنت أهلا بك ميرة أنا هنا من داخل محطة القطارات الرئيسية في مدينة شمشل جنوب شرق بولندا والتي تبعد عن الحدود الأوكرانية مسافة 65 كم تحديدا تستطعين أن تشاهدي الصورة من خلفي فهنا يتوافد اللاجئون القادمون الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى داخل بولندا يأتون إلى هنا إلى محطة القطار الرئيسية كي يستقلون القطارات التي سوف تنقلهم إلى مدن سواء داخل بولندا أو إلى دول أخرى مجاورة لبولندا من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا قد شاهدت أن هناك حركة في الاتجاه المعاكس يعني هناك من يأتي من أوكرانيا إلى بولندا وهناك من يرجع مرة أخرى من بولندا إلى أوكرانيا ولكن لأسباب تتعلق بأنهم يريدون أن يحضروا بعض المتعلقات الشخصية لديهم بعض الأوراق التي سوف يستخدمونها سواء في العمل أو في الدراسة أو في غيره ومنهم أيضا من يريد إحضار باقي أفراد العائلة لأنهم قد قرروا أنهم سوف يتوجهون إلى بلدان أخرى غير بولندا منهم من يريد أن يستقر في ألمانيا أو في المملكة المتحدة أو في النمسا أو في ألمانيا تحدثت هنا إلى الكثير من الشباب الأوكرانيين والأوكرانيات الذين قالوا لي أنهم يريدون مغادرة أوكرانيا في الوقت الحالي ولا يأملون في العودة مرة أخرى على الأقل حاليا لأنهم لم يجدوا أي مستقبل لهم في أوكرانيا بعضهم يريدون أن يستكملوا دراستهم أن يجدوا وظائف عمل ولكن تواجههم مشكلة أخرى وهي عائق اللغة فاللغة الأوكرانية غير منتشرة في الدول الاتحاد الأوروبي ولذلك هم سوف يبدأون حياتهم من جديد بالنسبة إلى العداد الرسمية فقد صرح حرص الحدود البولندية بأن العدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا بلغ مليونين وتسعة مائة وخمسة وثلاثين الف لاجئ منذ بداية الحرب الأوكرانية الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير شباط الماضي وأيضا صرحت سلطات البولندية بأن بولندا سوف تشهد في الفترة القادمة موجة لجوء أكبر وذلك تحت التصعيد أو ضل التصعيد والهجمات الروسية وتجديد العمليات العسكرية في الأطراف الشرقية والجنوبية في أوكرانيا شكرا جزيلا لك من الحدود البولندية الأوكرانية مفدت الحرة أميرة جاد الله شكرا جزيلا وللمزيد من النقاش ينضم إلينا إيلين أرموحامي مختص في قضايا الحقوق المدنية والهجرة أيضا ينضم إلينا من دانيبرو الأوكرانية توبي فرايكر مسؤول إعلامي في منظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة أهلا بكما بداية لنفهم منك أكثر سيد إيلين في ضوء هذه الأزمة الإنسانية في ضوء وجود أعداد كبيرة من النازحين أعداد كبيرة من اللاجئين كيف يمكن للمجتمع الدولي مواجهة هذا النوع من الأزمات الإنسانية طبعا هناك عدة لاجئين في العقول الأخيرة هناك منظمات تساعدهم في ذلك رأينا أن الولايات المتحدة قبلت مئة ألف لاجئ وأن تسرع من هم في عملية المهاجرين فولندا قبلت حوالي ثلاثة ملايين لاجئ في وقت قصير لمساعدة اللاجئين في هذه الأوقات العصيبة أنتقل إليك سيد توبي فريكر للحديث أكثر أنت متواجد في مدينة دونيبرو الأوكرانية هي الآن تحت مرمى الضربات الروسية على نحو مكثف أكثر من أي وقت مضى نفهم منك أكثر صورة المدنيين هناك بالتأكيد هي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين ومنها أيضا ربما خرج الكثير من النازحين واللاجئين أيضا خارج أوكرانيا لو تضعنا في التفاصيل أكثر هذا صحيح هنا في دونيبرو الكثير فر أو وصل إلى هنا بسبب أنها آمنة نسبيا ولكن هناك الكثيرون الذين يريدون أن يغادروا هنا وذهبوا للغرب الوضع في أماكن القتال خاصة ماري بول وأخرى في الجنوب تمثل هاجز كبير لأن هناك أطفال وهذا يمثل هاجز الأول هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مرور آمنة الخارج حتى يصلوا إلى أماكن آمنة ما نراه هو أن هناك أطفال من نازحين في أماكن وقرى ومدن جديدة وتقديم الدعم النفسي والجسدي لهؤلاء الأطفال هو أمر حيوي للغاية الآن سيد إلن عندما نتحدث عن مثل هذا النوع من الأزمات وخصوصا أنها متعلقة بالجانب الإنساني البحث أرقام الأمم المتحدة تتحدث عن خمسة ملايين ومائتي ألف لاجئ سبعة ملايين وسبعمائة ألف نازح ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها عازمة على استقبال مائة ألف لاجئ أوكراني هل ينظر إلى هذا الرقم على أنه رقم كبير نسبيا وما مدى إمكانية أن يرتفع هذا الرقم لتستقبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من هذا الرقم ربما على نحو أكبر طبعاً مائة ألف ليس عدد كبير الولايات المتحدة قدمت دعم لبرنامج اللاجئين هم سيقبلوا مائة ألف لاجئ من أوكرانيا وهناك لاجئين من دول أخرى أمل أننا ربما نقبل ثلاثمائة ألف لاجئ في الإدارة السابقة لم نقبل الكثير من اللاجئين نحن قادرون على ذلك الأماكن طبعاً نحن نأمل أن ترتاح هذه الحرب سريعاً حتى يعود هؤلاء إلى منازلهم هناك أناس بالطبع يغادرون ولا يعودون مرة أخرى إلى بلادهم ولكن هل نشرت أي تفاصيل بخصوص ذلك بمعنى أنه عندما تستقبل الولايات المتحدة وتعلن أنها عازمة على استقبال مائة ألف أوكراني هل يشمل ذلك منهم داخل أوكرانيا أم من خرج بكل الأحوال إلى مناطق أخرى وخصوصاً أن الحرب مازالت مستمرة ربما عدد كبير منهم خرج ولا يمتلك أي أوراق شخصية أو ثبوتية الولايات المتحدة قبلت حوالي عشرة ألاف لاجئ في الحلود الجنوبية وهذا ما وقالت أنهم سيقومون بالإسراع المواعيد الخاصة في سفرات حول العالم من المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة هناك لديها حاجات للعائلات لا نعلم من سيكون مهاجر ومن سيكون لاجئ لأنه قد يكون بعض اللاجئين لهم عائلات هنا وبالتالي يمكن أن يصبحوا في فئة أخرى مثل الهجرة ولكن الولايات المتحدة يمكن أن ترسل أموال إلى هناك وعند نهاية الأمر أعتقد أن الولايات المتحدة سنتهي بها الأمر بقبول أكثر عدد أكبر من اللاجئين من أوكرانيا سيد توبي نحن نعلم أن هناك تسهيلات كبيرة وإجراءات استثنائية أعلنت عنها الدول الأوروبية لاستقبال أعداد كبيرة من الأوكرانيين وأنت ركزت أيضا على موضوع الطفولة وحماية الأطفال من هذه الحرب وتدعياتها كل ما تم اتخاذه حتى الآن هل يعتبر كافيا أم ربما المرحلة المقبلة قد تقتضي ربما فرض استثناءات جديدة وخصوصا أن هذه الحرب ربما تستغرق فترة زمنية طويلة وبالتالي هذا ما سيؤثر على صورة مباشرة بازدياد أعداد النازحين واللاجئين على نحو واسع دعني أقول أولا أنه لا أحد يريد أن يترك منزله هذا هو الملاذ الأخير عندما يترك الناس منهم نرى أمهات وعائلات يغادرون أماكنهم بسبب القتال وليس لديهم خير آخر لأن أطفالهم كانوا في مختفين لمدة أسابيع ربما فهذه خطورة كبيرة أن تترك ولكن أنت مرغب على الفرار طبعا توفير وتخفيف معاناة الأطفال والنساء لابد أن يكون لديك أماكن ومراكز في الطريق لتوفير المعلومات وأين مثلا تحصل على خدمات صحية أو طبية فالخدمات الصحية والخدمات للمعلومات أمر هام وبنسبة للأطفال استعادت طفولتهم مرة أخرى وأن تكون الأمور عادية مرة أخرى أنا قابلت أطفال عاشوا في قبو طوال الحرب ومجرد رؤيتهم للعب كان أمر رائع بالنسبة لهم طبعا نحن ممتنون للغاية للدعم الذي نحصل عليه في هذا الصدر سيد طوبي وهنا أفهم منك أكثر بالنسبة للنازحين داخل أوكرانيا على ما يبدو بأن هناك مشاكل فيما يخص موضوع إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية وأفهم منك أكثر إن كانت كل المنظمات التي تحاول جاهدة أن تقدم مساعدات إلى الداخل الأوكراني هي قادرة على القيام بهذه الخطوات لو تشرح لنا ذلك بعجالة لو سمحت أكبر مشكلة هي في الأماكن القتال حيث لا يوجد إمدادات مثلا في ماريو بول وهناك أماكن به قتال عنيف لا يمكن وصوله لها نحاول أن نقدم مثلا معدات طبية ومستشفات متنقلة وخدمات صحية واجتماعية لأطفال لا يمكن إرسال إمدادات للفرين أثناء مرورهم في الطريق وهناك بعض الأماكن من الصعب شكرا جزيلا لكم ضيفاي من كونتكات ألن أرمي مختص في قضايا الحقوق المدنية والهجرة من دانيبرو توبي فريكر مسؤول إعلامي في منظمة اليونسف التابعة للأمم المتحدة شكرا جزيلا لكم